ما شاء الله معنا صفو. حالة عصب سابع. احنا ما شاء الله كده بقلنا ثلاثة اسابيع من الاصابة. الشغل بس. عملنا لها الحق. وعملنا لها الجلسات عندنا المكثفة. وما شاء الله النتيجة زي ما احنا شايفين. مش باين اي حاجة. وشها زي ما انتم شايفين. تحرك كل حاجة نحرك. نرفع مناخرنا. نضحك. ما شاء الله. ده في ثلاثة اسابيع بس هي يعني بصراحة جت بعد الاصابة على طول. يعني ما تأخرتش. كده الحمد لله النتيجة كويس. دي حالة التهاب في العصب السبع. بدأنا بدري والحمد لله النتيج زي ما انتم شايفين. دي جالسة الحق. حطنا الدواء. اختنا الدواء هنا. شجعنا الجهاز وفود انه ايه. ان الدواء بقى بيدخل بالطريقة دي جهو الجهاز. معاكم دكتور رايني السيدة عبدالعليم. استشاري دكتور رايني لامراضة نخه العصب. لاصر العيني جامعة الكهير. النهاردة هنكلمكو عن المنظوم. منتشف جدا خصوصا في فترة دخولة شتب. وهو اتهاب العصب السابع والعصب الخامس. اتهاب العصب السابع من اسبابه انه ممكن يكون يجي بسبب يعني طيارات هواء. ممكن يكون سبب اوتو اميون دزيز يعني خلق هذه المناعة بيحصل. ممكن يكون جراحة معينة قدت الاتهاب طبعا اه اه في الجراحة في الوادية او في المخ رمومن طبعا تعمل الاتهاب في العصب الخامس. آآ يسل على العصب السابع. آآ آآ برضو الاتهاب العصب الخامس من برضو من عصب الوش اللي احنا هنتكلم عنها بعد ما نخلص العصب السابع. الاتهاب العصب السابع بيعمل شلل في نصف الوش. العين ما بتفتحش. الحواقين ما بتترفعش. المناخير ما بتتحركش. البق معموك نحية نحية السهيمة على الاخر لانها شداء. الاكل بيبدأ يتجمع في آآ في البقء. يبقى العين بيشتكي انه الاكل بيتجمع في البقء. كل ما احنا عارفنا. طبعا كل الحالة بتتعالجي الجايمة اخر وجايم بدري. بس دايما الناس اللي ابتدوا بدري بياخدوا النتائج الاحسن والاحلى. الميزة والتكنولوجيا الكبيرة قوي اللي احنا قدرنا المصلها في التهاب العصب السابع. ان احنا قدرنا نعمل يعني نعمل حاجة مضادة للالتهاب على العصب نفسه. عن طريق جهاز امريكي اللي هو الايونتوفوريزيز اولي حقنا الايوني على العصب وهو في مكان العصب نفسه اللي فيه الالتهاب. ده جهاز بدكت فيه آآ حاجة مضادة للالتهاب. مادة مضادة للالتهاب. وبيتحط الجهاز على مكان التهاب العصب السابع. طبعا ده بيصرع معنا بسرعة قوي النتائج اللي كنا هنحققه على مندار ثلاثة اربعة شهور بنقدر نحققه في ازوعين ثلاثة. يعني او شهر كتير. على حسب طبعا الحالة قدتلنا امتى? وعلى حسب المريض ده عين عنده سكر ولا ما عنده سكر. ان السكر ممكن نؤخر شوية التحسن. يعني مش مش يمنع التحسن. بس بدر ما العين ده كان هياخد ازوعين ده ممكن ياخد شهر. شهر اموز. بتفرق الفيديو. طبعا عينينا يعني بدل النتائج بتاعته اموز. هلو هنعرض لكم فيديوهات. ولناس اللي هم بدأوا معنا بدلي. النتيجة بتاعتهم كانت عاملت زي. اه مع بقى جلسة بيبقى فيه جهاز امريكي بزوج الدورة الدموية الدقيقة اللي بتجزي العصب. اه جهاز ايطالي بيشتجل على انتقام العصب. اه بنشتجل بالليزر على العصب. بنشتجل بجهاز انجيزي بموجات دوق معينة. بتساعد في انتقام العصب. بتساعد في التروية الدموية اللي رايحة للعصب السابع. مع تمارين بشكل اللي احنا زي ما قلنا في اول الفيديو اللي احنا تخصصنا مخ وعصاب. ازاي من اه مع تنبيه بجهاز بيستهدف عضلة بعضلة. جهاز زي القلم بيستهدف عضلة بعضلة. الجلسة بتبقى طويلة شوية حوالي ساعتين موزة او ثلاث ساعات تمام. بس بصراحة النتائج بتبقى مزهلة. كلمكم بسرعة عن العصب الخامس. العصب الخامس ده مسؤول عن الاحساس بتاع الوجه. بيتي تلات فروع. الفرع الاولاني بيبقى اه اللي هو ابن سامير قورة. وبعدين المجزللي اللي هو عند الخد والماندلول اللي هو عند الفك من تحت. العصب الخامس بيبقى ندكته تنميل هو مسؤول عن عضلات المستيكيشن اللي هي المدر. ومع الاحساس بتاع الوجه. الاسابة بتاعته بتعمل لسعر تنميل واحساس يعني مؤرد جدا جدا للعيان. بنقدر ان احنا نعانج العصب ده عن طريق ان احنا بزوج التروية الدمامية اللي رايحة العصب بالاجهزة ازاي ما قلنا اه جهاز امريكي مع جهاز الجهاز اللي طوي اللي احنا نستخدمه اللي هو بيزود التقام بتاع العصب. اه وبيتحسنوا العيانين. تحسن كبير جدا جدا جدا. وبكثف المشكلة من عندهم. اه وكل ما بدأنا باتل بنوصل لنتائج احسن. تمنياتي بالشفاء العالم وكل المرتاعة بتعمل ان شاء الله.